موسيقى 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 من واجب الخاطب أن يرفق في زيارته في عددها ووقتها وزمانها يعني مدتها يعني أنت كتبت كتابك وهي زوجتك ومشتألة وحابب هيك يعني تبسل لأشواقك ومحبتك منيح بس يا أخي ارفق بهذا البيت في عدد الزيارات يعني ما معقول كمان كل يوم بدأك تجي لعنا والله يعني مشغولين نحن عنا أعمال تاني ماشي الحال أنت مشتألة وحاببة وما عد أدران يعني ما تشوفها بس شوي شوي يعني شوي شوي علينا لأن هذا البيت له أعمال أخرى فارفق فينا في عدد الزيارات وارفق فينا كمان في وقت الزيارات يعني نحن جماعة يا أخي مننام الساعة عشرة إدعش إطمعش بس يعني كمان تعود أنت للوحدة تنتين تلاتة طيب نحن هذا البيت يعني فيه بنات أخريات فيه أولاد صغار فيه أم بدا تنام مشان تستيقص في الصباح عندهم مدارس الأولاد فيه أب عنده عمل فيه أب ما بينام يعني طول ما أنت موجود في البيت لو أنت وزوجتك قاعدين لحالكم بس هو ما بيقدر ينام لحتى يعني خلص أنه أنت تذهب بقى أنت ارفق بنا في الوقت الذي تزورنا به هذه الزيارة يعني ما شي الحال إذا أجيت الساعة 8 ورحت الساعة 11 مقبولة إذا أجيت الساعة 7 ورحت الساعة 11 إذا أجيت العصر ورحت عن المغرب على العشاء أما مثلا أنت أجيت على الترويح ورحت بعد السحور والله كما بنصلي قيام ليل يا أخي في المهم من الرفق أن ترفق بعدد الزيارات وأن ترفق بوقت الزيارة وأن ترفق بمدتها كيف ستعود عنها ونصيحة يا شباب يعني أنت هاي زوجتك بكرة بعد كم شهر إن شاء الله حتصير فيه بيتك وبيت حماك كتير بيحبوك ومقدريناك ومحترميناك خلي حاجز يعني هيك الاحترام والقدر موجود ما حلوي عمك شي يوم يعني يحكي كلمة مو مناسبة إنه أخي إيما تديروه حاد ما حلوي طفولكم الكهرباء خلص امشي ما حلوي ما حلوي إنه هو ما يستقبلك يبعث الولد بصغير يستقبلك خلي يعني محبته إليك واحترامه إليك موجودة وهذا ينبني من وقت يعني فترة بين كتب الكتاب والعرص فتحري الرفق في الزيارات حال الخطبة مطلوب مطلوبهم بعد العقد أن يتحرى الخاطب الرفق في الزيارة فليس من الرفق أن يطرق الشاب باب أهلي زوجتي عدة مرات في الأسبوع يعني أنا بقول زيارة واحدة بالأسبوع أنت تروح لبيت حماك كثير منيحة ويوم تأخذها وتطلع مشوار أنت وياها كثير منيحة خلص يعني يوم رحيت ويوم أخذتها مقبول هلأ مرات زوجتك كثير هي كمان حاببتك وما لا أدراني ما تشوفك وتقول لك لا خلاص ستعى وما يهمك كل يوم نصيحة لا ترد لا ترد لأنه هي بالجوز تحكي بعاطفتها يمكن أبوها مو رضياني والدتا مو رضياني فخلاص يعني زيارة أسبوعية مقبولة ومشوار أنت وياها بالأسبوع كمان مقبول صد الله على المرسلين هالست سبعة شهر وبعدين تتزوجوا